بسم الله اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا ومحمد حبيباتي السلام عليكم تمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي الغاليات من اليوم ما غاديش تخرجيش للعاصيرات من برا اي عاصير بغيتي يكون عندك في الدار مصبر في الدار بدون مواد حافظة شي حاجة قيم بصوبتها في دارك وباي فاكهة عندك المهم البرتقال يكون معاه واي خضار اي فواكه يضيفيها له ويعني بتكلفة بسيطة يعني رخيصة يطلع لك رخيصة وكميات كبيرة والذيذ يعشقوه الكبار قبل الصغر ويبت تبهري ضيوفك الظيافين ديالك الى جاو عصير بيتي ما تشريش من الزنقاء وهادي هي المرأة الحادقال اللوم ولاتي عاصر عندها دائما فضل بالجازر داري فيه القرع داري الأكناري اللي هو الشوكي او تنشوكي الهندية بالحامض الليمون بالبرتقال الموز الكاكي اي فاكه عندك صوبة بنهاوحة عاصر يعطي كمية كبيرة وفي الدار اشتغل تحتاجي قرعي ديال الجاج بغلقتهم يتغلقهم مزيان وطنجرة وهانتي تسؤول فواكه وهانتي صوبة العاصر يبقى عندك مدة سنتين مخزن في الدار بدون مواد حافظ اول حاجة حبيباتيك نحتاج واحد طنجرة ونفرش فيها واحد المنديل نجيب قرعي الجاج نوصلهم مزيان بصابون والماء نديروا الماء البارد في هذه الطنجرة نديروا فيها شوية الخل نحطوا فيها القراعهات الي كنتي اول مرة غديري فرشي منديل انا تعودت كان صافي ما بقيش نفرش منديل في منديل علاش باش هذيك القرعه ما تهرس في الطنجرة هذي كسميتها عملية تعقيم الزجاجات هذي نديروها قبل ما طيبنا العاصر ديالنا او فاش صافي كل العاصر ديالنا طيب وبينا نديرو في القراعه يعني في نفس النهار ماشي وفي نفس الساعات اللي غنديروه نحن نعقم القراعه الصباح وحتل عشية لا يعقم القراعه ده بخص نعمرهم ده نشد الخل الابيض ندير منه تقريبا شوية باش دوك القراعه ما يجيش عليهم الشجير ما يبقوش بيض هك الشهب اما عادي يعني تقدري تدري بدون خل هذيك الخل غير باش القراعه ما يبقوش شهب غادي تدري الماء البارد في الطنجرات تحطي فيها القراعه اللي مغسولين بالماء والصابون ولكل ما بارد ديري القراعه باردات كلم سخون ديري القراعه سخونة كنشعروا تحت هالنار سواء منسدوش هنا يا منسدوش الطنجرات ديالنا لكنا كان عقموا القراعه هلاش مش ما يبقى يضربو يتهرسو كنديرو الغلاقه حتا هما دي القراعه يتعقموا معاهم حتا هما يطيبوا معاهم هنا وقت توقيت التعقيم أو شحال ديال الوقت كيبغل التعقيم من عشرة دقائق حتا العشرين دقيقان وضروري لما يكون فوق الزجاجات كانوا عندنا الزجاجات بثاف من وقفوهم ونعمروا عليهم وانا اعطيتكم غير نموذج لاني ديجا عقم الزجاجات كانوا عندنا غير جوجة ثلاثة تكون بحلاكة ونعمر عليهم بالماء المهم حبيباتي لما يكون مغطيهم نديرهم على النار من اللي كد تبدأ تغلي من غير نحسبو لها عشرة دقيقة ما بين عشرة حتى العشرين دقيقة نهزوهم بشي ملقات أو بشي ملعقة ديال الخشب ما نديروش ايدينا فيهم نفرشوا واحد المندين ونكفوهم عليهم هادوك اللي غلقات حتاهم ونكفوهم نهزوهم بشي حاجة ما نهزوهم من اللي يتعقبوا ما نقربوهمش بليد هذي عملية التعقيم بعد ما عقمنا القراعي ديالنا وحطيناهم ما ندرناش فيهم ايدينا نشدو هنا البرتقال نديرو هنا عصير ديال البرتقال نشدو هنا ستا ديال البرتقالات ثلاثة كنه يضرون بالقشرة و ثلاثة كنخلوهم بالقشرة ديالهم هذي القشرة ديالهم هي اللي كتعطيهم ذاك اللون وكتعطيهم واحد طعم ولكن طبعا كنحيدوا ذاك البذور ديالهم الداخل باش مايجيش مر والقشرة مازوئا مزيان 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 نقصلوها ننفركوها مزيان ونخلوها مرقضة شوية في المن يجب أن تحييضها لأدوية التي يكون فيها كما قلت قطعه صغير كلما قطعته أرقي قرأي طبقه مزيان يجب أن تقوم بطنجرة قلنا هنا 6 برتقالات وضعنا هنا جوج كبارات وربعة صغارات سأعطوني 6 سبع ايترو العاصر الكثيف و سأعطوني 8 ايترو العاصر عادي للضيوف ندعليهم ايترو دلما نصدعليهم طنجرة الضغط لا يوجد طنجرة الضغط في أي طنجرة لن يطيبهم بشكل مفيد نحسب لها 20 دقيقة و نحييضها من فوق النار لقيت الماء ناقص و نزيد الماء بارد لنطحن البرتقال لقيت الماء كافي نطحن عادي نطحنها مزيان و نصفيها بالصفاء كاملة و كلما طحنته مزيان نطحنها و نصفيها حبيباتي هنا حبيباتي نصفي العاصر مزيان نشده نشد الزجاجة نشد الدواز نضع القرعة في شيء لن تكبليها و نقصتها بيديم و نعمرها و لكن نجد تقريبا سنتيم سنتيم و نصف واحد سنتي أو سنتي و نصف ما نعمره لا نعمرها حتى للنهاية نصدها مزيان طبعا الغلاقة تكون تقفل بحكمة لن تفتح نضعها في طنجرة إذا كان العاصر باقي بارد نضع الماء بارد باقي سخون لن ترتقل الزجاجة كان العاصر بارد نضع القرعة هنا نضع القرعة واحدة لن تتصبر و لماذا وقفت هذه القرعة لن تترتق هنا إذا كان عندي الكثير القرعة سنتصبروا و نوقفهم بعضهم طبعا إذا كنتوا باديات التصبير كتدروا منديل فقاع الكوكوت أو فقاع الطنجرة و تفرشوه لن يتحرس لكم القرعة كتسدوا عليها الطنجرة طبعا كان مكيناش عندكم طنجرة تضغطها غرف طنجرة عادية ولكن تعدوا لها تحسبوا لها حتى تشوفوا هذا العاصر لداخل الزجاجة كيغلي يغلي خاصوا يغلي هذك هي عملية التصبر لولا دي الزجاجات عملية التعقيم هذه عملية التصبر هذه هي تخلينا نحتفظ لمدة سنة سنتين سنتين ونص ما تفسد ما يقل هاشي ما يتغير لا لونها ما يتغير لا طعمها كل هذه عملية التصبر وهذا العاصر وهذه تصبر العاصر انا في البيت اعودوا بالله من كلمة انا صبرت العاصر جربته وصبرته وما ستجدوه في اي مكان الا البنات اللي داروهم بعد ما حطيتوه انا في بداية 2017 هذه هي عملية تصبر العاصر هنا إلا بغتي تصبر العاصر عندك فواكيش تين بغي يضيعه عندك تصوبي هاتطريقة وديريهم وديري نفس الطريقة تبعيها الشرط القراعي معاقمين يتسدوه مزيان تحتارمي وقت ذاك العشرين دقيقة من بعد ما يغلو تحسبي عشرين دقيقة او من بعد ما تبدأ الكوكوت تصفرت حتى نجرة الضغط تحسبيه عشرين دقيقة وما بين عشر دقيق حتى العشرين دقيقة ديال عملية التعقيم القراعي يكونون قيات ما يكونوش مشقوقات ويكونوا مزيرات مزيانة وما تعمرش القراعه حتى النهاية في الفيديو الجاي غادي نوريكم ان شاء الله بحلش نخلطوا هذك العصير سواء مباشرة بعد ما نصوبوه او بعد ما نفتحوا القرعه اللي صبرناها بعد شهور بعد سنة ان شاء الله واني بيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة